وتظنوا أنك قد نجود وفجأة بيطلع لك لبلايلي وبحط قول من دارهم فيك وبعدها بتطلع وبتقنع نفسك أنك قد نجود وبطلع لك فجأة الريس من برحي وبخرب عليك كل أفراحك وبتتعلمش من كل أخطائك الماضية وظنونك الفاشلة وبتقول أنني قد نجود وبرد يطلع لك لبلايلي وبتعيد نفس أخطائك في ظنونك وبتحكي أنني قد نجود وفجأة بتطلع لك أمير وبفقعك قذيفة أر بي جي أرض جو هاي كل الحكاية ما تظنش أنك نجود والدام الأكثر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى عالم بالعالم طبعا اليوم ما يطالع أفضل ناقد في الوطن العربي وأفضل من بوصر رسائل للوطن العربي بشفافية ما لسو ما لوا؟ إذا أنت حابب تستمتع معي لأنا بنزل فيديوهات لمتعة الشخصية زي ما أنت بتدخل تلعب ببجي زي ما أنت بتحضري مسلسلات وبتستمتعوا مع بعض زيك في شغلاتكم أو تمارسوا هوياتكم أنا بمارس هويتي لنزل فيديو وأستمتع فإذا أنتوا حبيتوا الفيديوهات ادعموني بلايك وشير والله لم تعكوا جماعة الخير مبدئيا منقول ألف 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 مبروك لمنتخب الجزائر بحصوله على كأس العرب بس أنا يعني مش مستغرب لأنه أفضل فريق عربيا أخذ كأس العرب ولازم نهني ونقول كمان شكرا على التنظيم الجميل اللي جمع العرب في قطر وشكرا لقطر على أحلى استداد وعلى أحلى تصوير وعلى أحلى إمكانيات قدمتها بس في بعض العربان يعني أنا شفتهم زعلنين إنه الجزائر أخذت كأس العرب ليش؟ آه زعلنين على زعل الكيان الصوس آه عشان مجيد بوقرة مدرب المنتخب الجزائري الأولمبي قال إحنا منحدى كأس العرب لأهل غزة ولا عليكم يا بعض العربان مستكثرين حتى الهديئة على أهل غزة حصرتهم وجوعتهم ودمرتهم وعملتوا فيهم العجايب كمان مستكثرين إنه مجيد بوقرة يقول أنا بهدي هذا الكأس لأهل غزة الله يعينه مع أهل غزة يعني الكلام ما رح يغير يعني ولرجليه في النار مش زي لرجليه في الماء بس عند جد أنتو غريبين جدا يعني ولا خلص يعني وصلتوا لمرحلة تمسحتوا بلا ضمير ولا عندكم عاطف ولا أي إشي فيما قولي بتحكي الرجال تعرف الرجال فطبيعي إنه بوقرة إنه يهدي الكأس لأهلنا في غزة في منتصف الجبهة والله بس أنتو يا بعض العربان لازم تزعلوا مش من مجيد بوقرة ولا من منتخب الجزائر إنه أخد كأس العرب أنتو لازم تزعلوا من الجرود اللي صار عندهم حرارة وغيرة أكثر منكم تعقول لكم هاي القصة في أحد قرى الهند قبل ثلاث أيام صارت قصة جد إنه فرجتني إنه الجرود صار عندهم حرارة وغيرة أكثر من بعض العربان بكثير طبعا القصة كالآتي كلب قتل جرد صغير بدون أي ذم فإنه الجرود يسكتوا ولا مرة عملوا اجتماع جرداني الجرد الأول يعمل إي 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 يقولوا ما بصيرش لإنه نسكت لكبير الجرود كبير الجرود يقول للثاني شو رأيك يقولوا إي 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 الطار ولا العار وفعلا جمعوا حالهم وقالوا بدنا نجيب طاري الجردة وأخذوا محهم بجرود وطلوا على الكلاب وراح فيها 250 كلب عشان جردة صغيرة ستقولوني الكلاب تحولوا هسا لبساس حتى هسا الكلاب يمتافوا من المنطقة كلها طبعا هسا راح تقولولي طب وشو دخلنا ما أنتوا كل يوم بتشوفوا الأطفال في فلسطين والقسف اللي بصير فيهم والقتل والنسوال اللي بينقتلوا على المعابر بدون أي ذم وانتوا قلين تتغنو شلوم 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 وتمسكوا أعلام الكيان الصوس وهيك ومبسوطين يا بعض العربان وبالطلبوا بالسلام واللي هم انتوا عارفون ومقتلة أنبياء ومالهمش عهود وهسا قتلت أطفال فتخيلوا أن القرود عندهم غيرة وحرارة أكثر منكم يا بعض العربان استحوى حالكم يا عرب خلنوزع شوي على الجزائر كلكم عارفون أن الجزائر ضد الكيان الصوس ويحاول يعمل إشي يعني في ظل هالسواد الكبير اللي منعيشه والله يا ربي يهد البال ونرجع أمي واحد وطبعا كثير من العربان زعلانين من الجزائر لأن الجزائر يعني ما عملت زيهم يعني وحطوا أديهم بيدان الكيان الصوس ويحاولوا قدر المستطاع على الإمكانيات أنهم هم يخلوا القضية عايشة ويحيوها ويصحوا هالأجيال ويحكولوا منه فيه أرض مختصبة وفيه أرض مسروقة وفيه أولى القبلتين يعني بحاولوا وبكل محافلهم بيتلاقوا بيذكروا هذا العالم يعني أحسن من اللي برفع عالم الكيان الصوس وبقول شلوم شلوم وبطعا كمان في الناس المسخمة وخدوا هاي القصة وتعلموا منها يا بعض العربان على تعرفوا قديش هاد الشعب واصل مرحلة من المبادئ تحترم وترفع لها القبعة في أحد الأحياء البلجيكية في بلجيكيا هاد الفلسطيني كان بيمشي وبسور حياته اليومية وبنسلها على السوشال ميديا وفجأة بيطلع لواحد بيعمل سطو عليه أو حرامي سموه وبشلحه الكاميرا وبشلحه وبشلحه وهو جاعد بيشلح في هذا الشاب الفلسطيني الحرامي انتبه انه عشان تتشاب الفلسطيني يا علم فلسطين فانصدم الحرامي وقال له أخويا أنت فلسطيني قال له آه قال له أنا آسف آسف ورجع له العدة ورجع له كل إشي وأنا ضد الحرمل وضد السطو طبعا بس الخد المبدأ حتى حرامية الجزائر عندهم مبدأ أكثر منكم يا بعض العربان أعتقد في هدول المقطعين يعني بهدلتكم وقليت جميتكم يلي أنت بتطلبوا سلام مع الكيان السوس وبتمجدوا بالكيان السوس يعني هدول القسطين لحالهم لازم تبزقوا على حالكم حاليا بعد هدول القسطين شو ضل أحكي لكم كمان بالأول والأخير الشعب الجزائري شكرا على اللي بيقدموا لها الأمة شكرا لكل إنسان فيكم وإنساني بتحاول تعمل إشي صح بتحاول إنها تعمل إشي محترم واختصار الشعب الجزائري والجزائر أكبر من الصجر ومين الصجر اللي يحكي عن هذا الشعب الرائع واللي أنا برفع له القبعة ولكن أنا شخصيا أي إنسان من أي منطقة ومن أي دولة بعمل خير أنا بطلع وبحاول إن أشجعه أكثر وأكثر زي ما أنتوا شفتوا لما أدهم النبيلسي طلع وقال أنا أتزلت الغناء لو جلاته عالى وهذا إشي حل فيه إنه يستخدم موهبته بألف طريقة وطريقة طلعت مايا دياب إم شرطات مزعة قالك الفن مش حرام أكيد الفن مش حرام لما يكون صاحب رسالة وعنده هدف مش فن الأح دح بح فهمي علي والله يحبتكم كلكم وهك أنا معكم الصجر من غرفتي الصغيرة رفقة الأن يعني الغالعة قلوب العشر اللي تابعوني وإن شاء الله استنونوا فيديو جاي أقو من هذا هذا لسه تحماي بس خدوا المقطعين هذول بس واصلوهم لبعض العربان وتحياتي لكم ونشوفكم عخير حسني واحدة لمستها على السوشيال ميديا ترهوا شو هي أنك قادر من خلالها أنك تزعج الطغاء والظالمين والمطبلين وكلاب الأطر البوليسية والتافيين اللي مفكرين حالا مؤثرين وأنا ما بخبي عليكم إشي أحيانا بتلذد في إزعاجه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر